بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشر المرسلين اليوم إن شاء الله نواصل لشابتر 7 نشوف لك شابتر 7-3 ونحل السامبل بروبلم 7-1 يقول لك إنه في 2 بلوكس A and B إنهم مربوطات بسلك السلك هذا اللي عندك هنا بلون لازرع إنه إنكستنسيبل يعني غير قابل التمدد يقول لك إنه السيستم هذا بدأ من إيش؟ بدأ من السكون إذن تساوي كم تساوي السفر عند البداية المطلوب سرعة البلوك A هذي عندما تتحرك بعدما تتحرك مسافة كم؟ مسافة 2 متر موجود عندي هنا لكن يقول لك إنه هنا فيه احتكاك ما بين البلوك هذي والسطح اللي تتحرك عليه ومعامل هذا الاحتكاك إنه 0-25 نبدأ أولا بالبلوك A نسوي عنده Free Body Diagram تابعوه هذا هو موجود عليه الweights موجود عليه ردة الفعل على السطح هنا وفي عليه القوة اللي هي قوة الاحتكاك الموجودة هنا قوة الاحتكاك نسميه هنا فا قيمتها معروفة فا تساوي ميو نحتكاك ميو نعرف إنها تساوي وا لماذا؟ لأنه على الweights لا يوجد الweights لا يوجد الweights لأن مجموعهم يساوي الصفر إذن عندي قوة الاحتكاك صارت معروفة أولا نحن نجيب قانون اللي هو الweights يساوي الفرق في kinetic energy kinetic energy هنا عند البداية تساوي كم؟ تساوي الصفر ليش؟ لأنه فلوسطي كانت صفر وهي واحد على ثني mv square أشي القوة الموجودة عندي هنا؟ في عندي Fc اللي هو الشد في السلك هنا كم تحركت هذه القوة؟ تحركت حركة 2 متر إذن Fc ضربها في 2 حوة الاحتكاك الموجودة عندي هنا نفس الشيطة حركة 2 متر F A ضربها في 2 لكن F A هذه معروفة قيمتها عندي هنا أروح أختصر لعندي طبعاً الكتلة mA تساوي 200 موجودة عندي هنا إذن أختصر يجيني Fc minus 94 تساوي هل ممكن أجي منها قيمة الفلوسطي هنا؟ لا لأني ما أعرف Fc أروح إلى بلوك B هنا وأشوف إيش اللي عندي هنا؟ عندي الويت وعندي الشد في السلك Fc هو نفس الشد في السلك هنا لأنه قال لي أن السلك غير قابل للتمدد الويت معروف هو mj إذن يساوي هذه القيمة الويت معروف يساوي الفرق في كاينة تكاينيرجي نفس الشيء T1 تساوي ايش؟ ساوي صفر لأن هذه الكتلة لما كانت هنا قبل ما تتحرك كانت سرعتها صفر والكاينة تكاينيرجي هنا ساوي 1 على 2 mB mB اللي هي 300 كيلوغار أشما الفرس الموجودة عندي هنا؟ موجودة عندي اللي هي Fc هادي تحركت من مسافة كام؟ لاحظ نحن قاعدين نتحرك تجاه الأسفل إذن ماينس Fc مضربة في كام؟ مضربة في المسافة اللي تحركتها 2 زايد إيش؟ زايد الويت الموجود عندي هو نفسه تحرك بمسافة 2 متر 300 اللي هي بكتلة mB روح نختصر يجينا هذا القناة نفس الشي ما أقدر أجيب الفي بللي أني ما أعرف الفي لكن لو جبت المعادلتين فصار عندي هنا معادلتين بمجهولين هذا مجهول هذا مجهول معادلتها بمجهولين وبالتالي نقدر نحلها مباسرة لاحظ مباسرة إذا جمعنا المعادلتين هتروح الفي مع الفي 590 940 50 مع 75 صارت عندي الفي سكوير تساوي إيش؟ هذا مقسم على ملي وخمسة وعشرين إذن نتساوي الجدر التربع إذن الفي تساوي أربعة فاصل ثلاثة وربعين وبالتالي جبنا المطلوب مننا اللي هو سرعة البلوك أ لما تتحرك بمسافة 2 متر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر